طيب العلم والعلماء طالما قلتها أكتر من 9000 مرة أنا ببقى عندي سعادة بالغة لما تشرف بالحديث مع علم العلماء دول هم المكسب الحقيقي دايما خد بالك المكسب الحقيقي دايما للإنسانية لأنه لا هم لهم على الإطلاق سوى الحقيقة المجردة العلم التقدم العلمي العالم لا يبحث عن الشهرة العالم لا يبحث عن المال العالم العالم يبحث عن الحقيقة تجيب له شهرة تجيب له فلوس ماشي مش أزمة جت ما جتش هو مش مشغول بدا وخد بالك مهمة قوي أنك وانت حتى بتبص على الرؤساء والقادة والزعماء في العالم اللي تلاقيهم محواطين نفسهم بالعلمة تصق فيهم يعني تعرف من أكتر الحاجات اللي كانت تفرحني وتبسطني وإن أنا شفت ريس لما بدأ يعمل دعوة للعلماء والنابهين والنابغين من 2014 وحتى هذه اللحظة إنه عودوا إلى مصر شوروا علينا حتى اللي هيختار البقاء في المهجر أو في بلد أخرى إحنا عايزين نتوصل معاك وعايزين نسمع نصايحكم عايزين نشوف مقترحاتكم إلى آخره فرحت لأنه زي ناس كتير جدا من جيلي والأجيال الأكبر كنا نقعد نقول وإحنا ليه باب نستفدش باعلماءنا اللي بار دكتور محمد عطية دكتور محمد عطية عالم مصري مهم وكبير بل إنه هو أول مصري بينضم للوكالة الأمريكية لحماية البيئة دكتور محمد عطية بيقود مجموعة بحثية للتخلص من الملوثات الصناعية الخطرة طيب أكيد يشرفني جدا 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 إن إحنا يكون موجود معانا عبر زوم دكتور محمد عطية عالمنا المصري يحدثنا من شيكاجو الولايات المتحدة الأمريكية أهلا بيك يا دكتور أهلا بيك شكرا جدا على التقديم الجميلة دي أنا مبسوط جدا أن أكون معاك بلقو أنا محق يا ترى هل ترى في أن العالم دائما لا يبحث عن شهرة أو مال هو مشغول بالبحث والحقيقة تيجي الفلوس تيجي الشهرة مش ده موضوعه المهم هي الحقيقة والعلم أنا بكلمك دلوقتي من مؤتمر طبع الجماعية الأمريكية للكيمياء وفضت واس الوقت ده عشان أشارك معاك ويعني الأخبار اللي انتشرت في الفترة الأخيرة عن البحث اللي احنا نشرناه في الظبط يعني هو ومش موضوع شهرة على قد ما هو بنحاول الحاجات اللي بنعملها في المعمل بنشوف إزاي تنعكس بشكل إيجابي على حياة الناس يعني ده الأولوية عندنا البحث بتاعكم بيدور عن إياه دكتور؟ بنطال بساطة أنا شغلي في آخر خمس ست سنين كده على ملوثات مستحدثة أصلها صناعي أو اسمها بير فلورو كاربون يعني مركبات دخلة في الصناعة بشكل كبير تدخلها في الصناعة بشكل كبير ده أدى أن هي بتنتشر برضو في البيئة بتلوس الهواء والمياه والتربة وبنانا عليه الناس لما بدأت تعمل أبحاث عن تأثيرها الصحي لأن لها أدثار صحية ضرة زي السرطانات وغيرها من الأمراض المزمنة شغلي بيتمركز يعني حوالين نقطة بتاعة معالجة المياه من الملوثات دي صعوبتها أن هي ملوثات يعني تركيباتها الكيميائية قوية جدا المجتمع العلمي في الآخر خمس ست سنين كان بيحاول يطور تقنيات إن هي إزاي تكسر النلوثات ديت علشان ما تلوثش البيئة في مش إحنا أول ناس ننشر البحث في الاتجاه دوت لكن البحث بمنطقة البساطة اكتشفنا تركيبة كده كيميائية لما نعرض لها المركبات ديت بتتكسر تحت ظروف من الحرارة والضغط العادية جدا اللي ممكن أي حد يعملها ومتقام لاح موجودة في أي معمل حرفيا ورخيصة جدا فده اللي خلى الانتباه من المجتمع العلمي بشكل كبير خلال آخر 48 ساعة البحث منشور من يومين بالزبط لكن فيه ضجة كبيرة ومنشور في أكبر المجلات هنا في أمريكا على مستوى العالم وده اللي خلى الناس تنتبه إن فيه أمل ده بمنطقة البساطة طب يعني يا دكتور معلش أنا راجل مش بتاع يعني علما على قدية المركبات دي لو أنا استخدمتها مثلا في التربة تحت درجة الحرارة الطبيعية جدا درجة حرارة الشمس الضغط الجوي الطبيعي نسب الرطوبة العادية من شأنها إنها تكسر للملوثات دي؟ أو تحللها؟ لا إحنا بنسبة المركبات دي هو سؤال جميل المركبات دي بيطلق عليها مصطلح المركبات الأبدية ده بسبب إن هي لو فضلت في البيئة زي يعني بدون أي تدخل إن إحنا نعالج البيئة منها هتفضل موجود المركبات دي لو عايز تعرف هي موجودة في حياتنا بقد إيه الحلل التفال التفلون والحاجات اللي موجودة فيه ده داخل فيها المركبات دي بشكل كبير داخل في الإلكترونيات الرغاوة اللي بيستخدموها لدد الحراية داخل في حاجات كتيرة جدا بنستخدمها بشكل يومي في الملابس في الأساس بس ما تتوقعش إن هي بدون تدخل للمعالجة إن هي حتتكسر طب هل البحث بتاع حضراتكم ده هيؤدي إلى إنه نقدر نلاقي وسائل للمعالجة وتحليل هذه المركبات إلى أشكال أولية غير ملوثة للبيئة وفي نفس الوقت تبقى اقتصادية من حيث الاستخدام يعني يبقى الحكومات أو الكينات الصناعية تقدر تستخدمها وتبقى في نفس الوقت بمعيار اقتصادي ما تحملش عليها مبالغ ضخمة فيحجمه عن الاستخدام أو يتملصه سؤال جميل أقدر أقول إن دي خطوة اللي احنا عملنا ده خطوة زي ما قلت بتدي أمل لكن فيه شغل بحث كتير لسه هنكمل عليه أبسطها بمنطقة يعني في الجملة بسيطة إن اللي بتكلم عليها مركبات مش خمسة أو عشر مركبات احنا نتكلم مركبات داخلة في حدود من سبعة تلاف لتسعة تلاف مركب فتركيبتها الكيميائية المختلفة خصائصها المختلفة احنا اللي احنا قدرنا نعمله في البحث بتاعنا إن احنا نترجط يعني جزء كبير منها لكن فيه أنواع تانية من نفس المركبات تحت العيلة دي نفسها محتاجة شغل بحث أكتر وده اللي احنا نشتغل عليه في الفترة الجاية إن شاء الله حلو جدا أسئلة بسيطة وفي السريع مش هاخد من وقتك وقتك أنا عارف وقتك فعلا سمين إلى أي مدى حضرتك اتخركت من فين يا دكتور البكريديوس من هنداء الزراعية في اسكندرية والماجستير ده من توكيو في اليابان ماجستير ودكتورة من توكيو في اليابان وحضرتك كنت في مدرسة مدرسة اسمها إيه مثلا خاصة ولا حكومة ملاش اسمها لا لا حكومة حكومة أنا فاكر المدرسة كان اسمها الفتوح الإسلامية تقريبا دي في العجمي عندنا في اسكندرية يعني حضرتك بس أنا تعليمي كله حكومي يعني مدرسة الحكومة وجمعت الحكومة وسفرت بقى توكيو إيه منحة منحة الحكومة اليابانية بقى هي حكومة بس حكومة اليابانية بس الحكومة اليابانية ربنا يقطر من أمثالك ويجعلك مثل وقدوة يجري وراها كل ولادنا وأولهم ولادي والنبي شكرا شكرا والله يعني الموضوع ان شاء الله يعني ده اللي بحاول بعمله إنه نوري للناس إن فيه أمل والحلول ممكن تكون بسيطة جدا مش بقول إنه دايما الحلول بسيطة لكن فيه فيه ممكن دايما إنه لو جربنا حاجات كده حوالينا ممكن نلاقي حلول لمشاكل فاكرين إنه هي صعبة بشكل كبير فتاني اللي بحب أقوله دايما إنه فيه أمل إن شاء الله طبعا أنا أتمنى إنك تنورنا في قمة المناخ ونسمع منك يعني حديث حول ورقتك لا مش ورقة بحصية حول أبحاثكم تنور كده بلدك جمهورية مصر العربية وشرم الشيخ ونسعد برؤيتك أتمنى يعني تنورنا وتيجي وسعيتها بقى نبقى نعمل لقاء سوى هناك وإحنا في شرم الشيخ والله لو فيه فرصة إن شاء الله مش هتأخر أكيد ده بإذن الله تيجي الفرص كتير أشكرك جدا دكتور مش عايز أخد من وقتك أكتر مما ينبغي ومش عايز عطلك زي ما بيت قال ألف 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 شكر لليك دكتور محمد عطية ألف شكر شكر لليك دكتور محمد عطية شفتوا الجمال شفتوا التواضع شفتوا مصري شاب واضح شاب شاب مصري مدرسة حكومة جمعية الحكومة المخ ده يتقل بأغلى ألماز أو أغلى عنصر موجود في الوجود لا ده مخه أغلى من أي عنصر تاني هو وكل اللي زيه بس رجل خد قرار إيه هو قراره أنا رجل ماشي في طريقي لا بص يمين ولا بص شمال ولا فلان قال ولا فلان عاد ولا فلان بياخد كام ولا ما بياخدش كام أنا رجل ماشي في طريقي علشان أنا رجل عالم أنا بتاع بحث بالمناسبة السكة دي أي حد يمشي فيه المزيع يمشي فيه والموسيقى يمشي فيها والعالم يمشي فيها والمهندس يمشي فيها وهكذا انشغل جدا بعملك وانشغل جدا بتحقيق أهدافك هتوصل هتوصل كل الشكر لدكتر محمد عطية وكل اللي زيه حاجة تفرح بصراحة وتشرف